اشتركوا في القناة الا اضغاط احلام حتى وان كانت بحكم محكمة يصطر قرارها الحوثي نفسه ولا عجب فالحوثي يعمل الشيء ونقيضه في انه يعاهد ويخون ويعد ويخلف وذاك جزء اصيل من فكر الجماعة وسر من اسرار بقائها التي لم تعد خافية على احد ومع ان اعتقالهم كانت عصفيا ومحاكمة مسيسة وهادفة الى قمع الحريات الا ان الجريمة الاخطر ما افصح عنه الحوثيون من اسباب رفضهم الافراج عن اولئك الصحفيين بقولهم انهم على قوائم تبادل الاسرة وذاك امر جلل وخطير لسببين فالاول كيف لك المقايضة بالافراج عمن اعتقل تعصفا من منزله اعزلا من السلاحة الا القلم بمن اسر في المعركة مقاتلة والثاني ان ذاك يشجع الحوثيين اكثر على اعتقال واختطاف واخفاء المزيد وهو ربما ما يفسر تصاعد الاعمال العدائية تجاه الصحفيين مؤخرا ففي تقرير اعده مرصد الحريات الاعلامية وهو منصة يمنية مختصة بمناصرة قضايا الصحفيين سجل خلال شهر واحد فقط ثمان حالات انتهاك ضد الحريات الاعلامية منها سبع حالات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي محامو الصحفيين المعتقلين قالوا بان رفض الافراج عن الصحفيين بعد الحكم القضاء وادراج اسماءهم في قوائم الاسرة يثبت ان اعتقالهم جميعا سواء من قضي بالافراج عنهم او من حكم عليهم بالاعدام لم يكونوا الا ضحية لاهداف واغراض سياسية وان تلك المحاكمات لم تكن سوى مسرحيات هزلية هدفها الابتزاز من جهة وارعاب الصحفيين الاخرين من جهة اخرى وعلى الرغم من ادانات المنظمات الدولية واستنكارها لما تقوم به ميليشيات الحوثي في حق الصحفيين الا ان الامم المتحدة ومضعوثها الى اليمن لم يحرك ساكنة واستمر في سياسة غض الطرف وهو ما يثير التساؤلات والشبه معنا